يوجد الكثير من الشائعات التداولة التي تقول أن سوني تعمل على إطلاق وحدة تحكم ألعاب زديدة سرية من المحتمل أن تكون بلاي ستيشن فايف وأصار موقع ذي ثان نقلا عن تحليلات متخصصين إلى الموعد الذي تعتزم في الشركة اليابانية سوني إطلاق مسخة زديدة من منصتها للألعاب الإلكترونية بلاي ستيشن فايف وذلك في إطار منافسة السديدة بين الشركات المصنعة وحسب المحل الميت لدامت بدراسات NBD Group المتخصص في صبر ألعاب الميديو فإن مبيعات المنصة الحالية لسوني بلاي ستيشن أربعة تحقق ألقاب زديدة للشركة النابرية وأنهم لم يتوقع أن يصل حازم مبيعات هذه المنصة إلى ما يفوق مئة مليون وحدة في 2019 ويشير مات إلى أن صوري تطلق المسخة الجديدة من المنصة بلاي ستيشن فايف في أفق العام 2020 أي بعد سبع سنوات من صدور بلاي ستيشن فور شكرا إذا أعزمك هذا الفيديو لا تبخل علينا بلايك اشتركوا في القناة